السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي وأبنائي بناتي الأعزاء كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وسعادة وهناء إن شاء الله اليوم جيت لكم بواحد الفيديو ليس بجديد لكن تقريباً تتمات فيديو عندي كان سابق واللي كيتكلم أنا فضلت نتكلم بالدرجة نظراً للإخوان والأخوات والمشاهدين المشاهدات المتتبعات ديولي تبارك الله عليهم من هذا الفيديو كنشكرهم بزا 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 بزاف ولهم جزيلة شكر للكومنترز ولي كيعملوا لي وإلا تعاليق كذلك كنتكلم بالعربية تعاليق اللي كيعملو فشكراً لهم وشكراً لهن كذلك الأخوات والبنات ديولي تبارك الله عليكم إذن ندخل في صلب الموضوع نتوكل على الله بسم الله وعلى بركة الله كما تشاهدون فعندي هاد الابعاي هادي أو هاد الالة أو هاد الماكينة أنا دايما كان فضل نظر بجميع اللغات أو الدرجة العامية دينا باش كل شي كيف يفهم إذن هاد الالة سبق لي وعملت عليها واحد الفيديو أوكي تفاهمين معايا إذن أنا عملت هذه الفيديو فكان الطلب كثير تبارك الله عليكم ما شاء الله الله ما زيد وبارك فكان بعض الإخوان نظرنا لبعض الإخوان والأخوات المهم المهم عفوا المتتبعات والمتتبعين ديالي تبارك الله عليهم فطلبوا مني كان في الكومنتار وكي اللي كيت تصلوا بيا في واتساب فطلبوا مني باش نزيد نأكد لهم أكتر ونعمل شي فيديو آخر لكن أنا في الحقيقة تعاونت في الحقيق ديالهم فطلبوا مني من بكري ولكن عاد حن الوقت أو حان الوقت فكاننا نتمنى نكون دائما عند حسن الضن ديالكم فالآن سأشرح أو غدي نبدأ باش نشرح لإن كان بعض الأخوات وقدمي لكم مونتار لكم مونتار غني مسجل لهم كان بعض الأخوات اللي طلبوا والإخوان كذلك طلبوا مني تمن كان الأخوات والإخوان غنجاوب إن شاء الله رحمة رحيم نتمنى يا ربي نجاوبكم كاملين وما نخطاش شي واحد أو واحدة فكي اللي طلب مني توضيح المعلومات بالدقة لأن أنا كنت أدارت وقول لكم ما نعملكم في صندوق الوصف فالآن أنا حبيت إن شاء الله غدي نبيلكم كل شي وغدي نوري لكم حتى الطريقة لإن أنا طلبتوا مني بكترة ولحيتوا كي اللي طلبت ثامان كي اللي طلبت طريقة الوضوح كي اللي طلبت طريقة مثلا نوع المراد وكيفاش وهدي ولكن أنا إن شاء الله رحمة رحيم كنتمنى نكون عند حسن الضن واليوم إن شاء الله غدي نوضح لكم بكتير كي ما كتشاهدوا أنا كنت سرحت لبباري يعني طلقتها وعملتها يعني كنت شرحت لكم ما بغيش نقول لي نعاود ديك شي فاليوم فقط كي ما كتشوفوا لبباري خليتها أو الآلة خليتها مجموعة فهي آلة سيراجيم آلة كورية ليس لأن كان بعض الإخوان أو الأخوات اللي قالوا لي شرحينا واش هي كورية ولا بهد العمية يعني من الصين شينوية ننتحكم شوية خلواش كورية ولا شينوية فهي كورية أنا غنوري لكم لبابي يعني الوراق وغنقلكم بتعمل إن شاء الله دقة دقة إن شاء الله كوش غاي فيهم وأنا دائما معكم بإذن الله إذن كي ما كتشوفوا أنا بينت لكم لامارك ديالا اللي هي سيراجيم فيتروى سيراجيم أنا كنت شرحت الآلة فيتروى سيراجيم لكن كي ما كتشوفوا كين تلكمونديالا ما كتشوفوا تم ما قدامي وكين البرزبين لأنه باش كتتسخن بالضو كنت شرحت هاد شي غير كتسخن ماشي كتداوي بالضو نو كين بعد الناس اللي قال لك شرحينا كيفاش بالضو لكن فيها أحجار الجاد أحجار الجاد فكتسخن فقط بالكهرباء أو الضو كين هادك لابسيت أبغاي أو لواحد الأبغاي الصغيرة كما كنشوفوا هادك اللي فوق فوق الماكينة هادك منيال كنهزوها وكنخدمو بيها المناطق أو الأماكن لي ما كتوصل لش الآلة هي هادك الآلة يرا كتخدمنا ولكن عندنا بعض مثلا عندي مثلا في اليد ديالي عندي مثلا الأصابيع عندي ما هي رأى كتخدم كل شي كين دي نيميرو أو أرقام عفوا بالعربية كين أرقام اللي كل وحدة كتعمل لها رقم ديالها في تيلي كومونت هانا غنباري لكم كل شي في تيلي كومونت وهي كتخدم كنا لها تسعة أرقام وبيا نف نيميرو إلا نيميرو تي د أن جسك نف يعني كان بعد الإخوان اللي الطلبوا اللي باللغة الفرنسية العربية خلاص يعني تبارك الرحمن يعني كل شي كيف يفهم وكان الدارجة المغربية اللي ما كيف يهمواش قلنا تسعة أرقام من واحد إلى تسعة شاك نيميرو عنده صنغول يعني كل واحد كي أدي الواجب ديالو من أ واحد مثلا أنا غنشرح لكم غنوري لكم الورقات كما قلنا دقة دقة إن شاء الله كل شي غد يفهم وكل شي غد يمشي ولكن هي بخلاصة بخلاصة من الأخر فهذه الألاء حاوله ما تفرطه شفية اللي عنده إمكانيات ما شاء الله عليه حاولي شريها فهي تغنيك وتفيدك وتغنيك عن الطبيب أنا قلتها في الفيديو السابق وكان قول هذا القول ديالي وكان تحمل المسؤولية ديالي إن أنا عندي هذه عشر سنين فما شاء الله تبارك الرحمن يعني مزيونة بزف وصحية بزف 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 فتعالج تقريبا جميع الأمراض ولكن الله سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي فالآن فأغانا نشعلكم يعني نبدلكم نوريكم طريقة نوريكم لموض يعني دلعمال دهذه الآلة إذن كما كتشوفوني هنا الإخوان والأخوات فهذه كما كتشوفون التليكم غير أنا ما أعملش بريز يعني فما فتحتهاش لإن الأغمار المهم ما كتشعلش هيدا أنا كنت عمي أسمعكم الفيديو لكن لا أريد أن أطول عليكم بزاف هذا الفيديو إذن كما كتلاحظوا هنا هذي تليكموند على هذا الشكل أنا كنت شرحت لكم هذي المسائيل بغيت ليه شرحته لكم ما غديش نقول لي نعوده لماذا؟ لي باش ما نطولوش عليكم بزاف إذن غيرتلقاوا الشرح لإستخدام هذه الآلة في أو هذي تليكموند كما كتشوفوا غيرتلقاوه في الفيديو السابق هنا عندي قلنا هذه مانييل هذه مانييل فيها ثلاثة البولات هي شرحتها كين الكبيرة فيها تسعود البولات يعني أنا غيرتلقاوه تجدفة هي عندي لأن كل شيء كنت شرحته فأنا اللي بغيت نقول لكم الإخوان والأخوات إذن أنا كما قلت لكم فالتليكموند أو الجهاز مثلا تحكم فهي كتكون على هذا الشكل فكانت عندي في الفيديو السابق أنا ما بغيتش نطول عليكم لقد شرحتوها من قبل يعني شرحت لكم على هالطريقة تليكموند هي هادي فالبطاري مني كنحلوها أو الجهاز أو الآلة كتجي على هاد الشكل يعني كما كنقول لكم فهي سيراجيم إذن فهي كتجي على هاد الشكل مفتوحة مني كنفتوحها كنبغيون نعسو عليها فهي كما كنقول بحل كما وكن نعسو عليها ولكن ما شاء الله سبارك الرحمن دايما كنقول يعني فهي غزالة بزاك وزوينة وصحية حولوا اللي عندو شي مركز أقرب مركز يمشيلو اللي ما عندوش وعندو إمكانيات يشيريها فتبارك الرحمن وغاد يترضو علي الخبار غاد يترحموني كنتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى تتبعوا هاد الفيديو حتى الأخر وغاد تستفدمونه بإذن الله الواحد الأحد إذن غنوري لكم الطريقة إذن حاولتنا نجيب لكم هذه باش نبيلكم الطريقة هاتوا ما كتشوفو كما كان بغيو مثلا استخدموها أو كنخدموها فجي مفتوحة على هالطريقة هاتي طيلك كموندها هيا كنتحكموا فيها وكذلك كما كتشوفو تماما اللي عندي هاد الجهاز يعني المانييل لابتيت المانييل صغيرة فهنا كان بغيو من ناسو عليها كنقلسو كنقلسو هاد ما جيجيها وكن ناسو كنديرو الرس دينا ثم الفوق هاتشي كل شي كذلك أبناء إبانتي وإخواني أخواتي الأعزاء احنا كنشوفو هنا هاد لابتغاي قتلكم يعني جدا مهمة أنا كان خاصني نعملكم فيديوهات آخرين وآخرين يعني لاستفادة خاصة لبعض الأخوات اللي صارحة كيلحوا وكان مهد الفيديو دي كنشكرهم وكانتمنى لهم الشفاء العاجل خاصة بعض الأخوات من الإمارات السعودية من أخونا من ماصر عفوا من إذن فتبركة لعليكم مرغم أن كان نعيد لكم الإخوان والأخوات كانت منالهم الشفاء العجيل وفهما اللي اعطوني واحد دقة يعني ولحوا كثيرا باش نشرح لهم أولا فهي هاد الألة بمثابس بعدها أول ما كانت سلحوا كانت سلحنا العمود الفقاري وكنا كان عرفوا بأن العمود الفقاري هو الأساس للجسم كله أو جسد فهو الأساس إذن الإخوان تبقى على هذا الشكل إذن نفس القطار سيراجيم كما كتشوفو هنا أنا غير نحاول بي لكم لأن جميع الإخوان والأخوات التي تلبوني دقة أو استعمال أو كيفية استعمال بدقة هذه الألة وشنو نحن نضرب الدريجة فينا فتبارك الله عليكم حاولوا تربيع الفيديو إلى الآخر مازال بزاف للحواج ميتشاف و بزاف ميتشاف ميتشاف إذن أنا حاولت كذلك نبي لكم هذه طريقة من هنا كما نشوف مثلا لدينا الآلة عفوا نحسب بالفلوش عندي هذا العمود الفقاري والآلة هي هذه ونحن نحن نحن بها الطريقة صحية فكنشوف العمود الفقاري كيف يكون والآلة الحمد كما كنت شرحت لكم نريد الحواج لنعود ولكن ماشي مشكلة لنطلق لكم الصف فهد الآلة أول ما تسخن وأبقى تفقى تعمل مصاج في البداية مصاج شوية شوية سبحان الله وحتدليك هائل جدا حتى تحس بواحد الراحة التامة إذن هده المصاج الشرحت ولكن سأعيد ها ولكن بعجلة عفوا إذن الإخوان أنا حاولت نجيب لكم خليص هذه الخاتمة والأخوات والأبناء والبنات فهذه هي كما كتشوفوا مود أوتو كتشوفوا أوتو كتشوفوا أو يعني فهي كتشوفوا أنا اللي كنهدركم هي كتشوفوا ماشي شيئلة أخرى أو شنوية هذا المود كتشوفوا طريقة العمل فهي مكتوبة باللغة الفرنسية وباللغة العربية وباللغة الكورية فعندنا كما شرحت لكم شحال دليمود أنا غنحاول نبيلكم فقط فكين المود الأول يعني رقم واحد ها هو كما كنشوفوا رقم واحد أشنو كيعمل وخا غد نقرأ لكم كنش شرحت لكم ديك المرة لكن أنا حبيت نوريه لكم بالكتابة هدو الوريقات كي يجيو على طغير ماشي احنا نفتش لهم ولا نصنعهم ولا فكين ما كتشوفوا عفوان لأن الكاميرا وصفي فأول مود كنشوفوا هو هذا احنا كنشوفوا العمل ديالو شنو كيعمل فاللي بغيت نقرأ لكم كاملين رخصين عمل واحد ساعة ولكن أنا بيع وجلة فقط فهنا شنو كيعملنا استرخاء بالكاميرا استرخاء العضلات على مستوى الظهر الاسترخاء والشعور بالراحة وإزالة التوتر هذا المود الأول المود الثاني عفوان المود الأول والثاني كيما كتشوفوا هنا إلا شنو نقرأ لكم عفوان هات شي فهو كين الأول والثاني كذلك هنا عندنا المود الثالث كيما كنشوفوا هنا ها هو فسبحان الله العظيم أنا كنت شرحت لكم عفوان نقل بيدي فهو كيكون للجهاز للجهاز الهضمي يعالج الطحال المعيدة الطحال المرارة الكبير وأيضا تقوية الوظائف الهضمية كيما كنشوفوا وظائف الجهاز الهضمي هي تخص الجهاز الهضمي كين عندنا المود 4 أيضا كيما قلت لكم هنا 4 لوزنا 3 4 5 5 من بعد نخلي لكم الإخوان والأخوات هذا كامل صندوق الوصف ثم كذلك عندنا 6 كذلك 7 ثم 8 كذلك قلنا مود 1 اللي هي سعود لأن كيما ذكرت لكم سعود للمود كين فأنا سنحاول كذلك سنخلي لكم هذا في صندوق الوصف هذو الإخوان والأخوات كان بعض الأخوات اللي طلبوا مني والإخوان تفسير دقيق جدا وعامق لأن مساكن ما قرين فأنا كذلك جيت لهم بطريقة جيدة وطريقة صحيحة طريقة ديالهم وكل شي يفهم حسن لقاري كيمشي طريقة هذي إذن كما اشتوا الإخوان سنخلي لكم في صندوق الوصف هذي الورقة هذي إذن أنا جيت لكم في الأول كما كان كما نظر بالعامية أو الدريجة فأنا جيت بالقراية يعني اللي كيقرأ اللي ما كيقراش الحمد الله كين ديالشيما كما كان شوف هوني كين صور أو تصور نظر بالدريجة فكيما كان شوف كين واحد كين جوش ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعود الإخوان والأخوات اللي بغيتوا هذي اللي بلحيتوا علي وبغيتوا هذي المسائل هذي فأنا كذلك نخليها لهم خليها لكم عفو إذن كل ماض كل رقم علش كيدل رقم واحد شنو مثلا كيداوي هذي كنا كن هذي كن كن رقم عشنو المفعول ديالو كيم ما كتشوف هنا ههما كذلك ثمانية شنو كي كي عمل كذلك تسعود عشنو هما الفوائد ديالو إذن كانت من إن شاء الله رحمة رحيم نكون عند حصن ضم ديالكم وارضيتكم برضاء جيد ونتمنى لكم الشفاء العجل وصحة جيدة من عند الله سبحانه وتعالى وتبارك الله عليكم وإلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة